طيب في الوقت اللي ناس كتير متعلقين بأمل تظلمات السنوية العامة انهم يعني يجيبون لهم كده واحد في المية زيادة ولا حاجة تنفعهم في التنسيق نشرت شائع بتقول انه وزارة التربية والتعليم قررت إلغاء التظلمات أصلا الحقيقة هذه الشائع عملت بلبلة كبيرة والناس بقت بتسأل بعضها ازاي يلغوا هذه التظلمات ويعني في الظروف اللي زي دي الفتايين بقى والناس اللي بتفتي كتير يطلعوا يفتوا بأي كلام وكان لازم الحكومة ترد وتوضح الأمر وترجع بقى يعني الأمور لنصبها فعلا مركز معلومات مجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم واللي بدورها نفت تماما صدور أي قرار منها بإلغاء تظلمات السنوية العامة بالعكس أكدت انه التقديم للتظلمات هيكون ليه موعد والموعد ده هيبدأ من بكرة الخميس ما فيش تغيير وزارة التعليم شددت جدا على عدم نقل الشائعات وخاصة بتخص سنوية العامة الناس مش نقصة يعني الناس وطمنت الأهالي انه التظلمات ماشية وفيش أي مشكلة ومن بكرة اللي عنده تظلم يقدم عليه وقالت ليهم انه كل طالب هياخد حقه وان الوزارة هتتعامل مع التظلمات بكل جدية وان اللي ليه حق هيحصل عليه بدون شك اشتركوا في القناة